مين مننا ما بيحب المرح والحماس ورويح وطعم المشاوية؟ بس الشوية على الغاز فيه كون خطير لازم تنتبه على الولاد كل الوقت كما انه تنضيف الشوية الوصحة أمر متعب وإذا كانت شويتك مثل معظم الشوية فهي عملاءة وما فيك تاخدها معك وين ما تروح بس هلأ صار فيك مع كل جريل الشوية الجديدة اللي فيك تستعملها وين من كان الشوية الأولى خفيفة الوزن المحمولة إذا كنتوا على البحر لياخد الحديقة العامة عم تخيمة أو حتى بالحديقة الخلفية لبيتكن كون جريل هي الطريقة الصحية السريعة السهلة والمرحلة لتحضير وجبات الشوية المثالية كل شي بتحتاجوه واجه للتوليع وشوية فحم هيدا صحيح ما في داعة تعتلو هم الغاز بعد 6 دقايق من توليع الفحم رح تسخن كون جريل وبتصير جاهزة للاستعمال وتبديل وتسخين وشوية ألز وأطيب الوجبات اللي دقتوها بحياتكن وهلأ لنسبة لكم قدرت كون جريل الرائعة منقدم لكم مضيفنا جيمز جيني مرحبا أهلا وسهلا بحفل الشوية كلنا بنعرف أنه ما في شيء أحسن من تجربة الشوية الأصدقاء والعيلة وريحت وطعم المشاوي المفضلة عندكم هي اللي بتخلي الجمعة تصير ذكرى حلوة ولكن شويات الغاز فيها تكون خطيرة كما أنها كتير كبيرة والصعبة النقل تنقدر نخذها برحلاتنا تعرفوا على الشوية الجديدة وهالشوية فيكم تاخدوها معكم وينما كان وهي كون جريل هايدي هي الشوية الأفضل خفيفة الوزن المحكمة والمحمولة واللي بتسمح لكم تشو ألذي الوجبات السريعة والسهلة والوجبات الخفيفة والمقبلات خلال دقائق وينما كنتو بحيالة مناسبة وهلأ رح خبركم عن الشيء المميز بكل جريل هو قفص الفحم الموجود بالمنتصف واللي بيحبس الجمر بداخله بكل بساطة بتولعه وبتسكره الغطاء وبتقفله شوية المصنوعة من ستين لستيل مكانه الأمهات رح تحبوا الراحة اللي رح تشعروا فيها بس تعرفوا إنه بردت الملمس والجمر رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهالشي بيخلي ولا تكون بعاد عن الخطر فإذا يلا نشوي وهلأ تنفرجيكم المساحة الكبيرة اللي فيكن تشوي فيها على الكول جريل رح تلاحظوا إنه هون عم نشوي مش أربعة ولا ستة ولكن 8 قطع بيرجر وهيك كول جريل رح تاخد مساحة شوية مرتاحة ولهيك رح تستفيدوا من كافة المساحة المتاحة لكم وهلأ أنا أكيد رح تحبوا هيدا الشي شوفوا فيه عنا هون فلفل مشوي ورح ندبل ونحرق بعض شرائح اللحم هلأ بدي إياكم تسمعوني كتير منيح يلا ركزوا معي سامعين هالشي؟ هيدا صوت الكل جريل وهيو عم تقدم لكم طعم مشاوي رائع وشوفوا كمان عم نشوي بعض المقانة وقضلع شهية جدا وخضروات رح تاكلوا أصابيعكم وراها كلهم رح ينشوي بكول جريل وهلأ كول جريل تتميز بزر ذكي جدا هون بالأمام تسمح لكم تتحكموا بمستوى الشوية فيكن تقوية لشوي شرائح اللحم وغيره من اللحمات أو حتى فيكن تخففوها لشواء الأضلع وكل الخضروات وغيرها على رواق كيف بتقدر كول جريل تقوم بكل هودي سر هوي بالتحكم بتدفق الهوى داخل كول جريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهوى ودرجة حرارة الشواء بنفس الوقت بتسمح بتدفق الهوى البارد بين الوعاء الداخلية والخارجية الوعاء الخارجية بيبقى بارد تتقدروا تلمسوه وبالتالي بيكون آمن لتحركوه وتستعملوه وينما بدكن تقدروا تجربوا هالشي مع شوياتكم الحالية هلأ قلقوا نظرة صار لنا بس بضع دقائق وشوفوا كيف قطع البيرجر الرائع عم تنشوي مش بس من ميلة واحدة إنما من الملتين وتثبت لكم أداة كل جريل ممتعة وآمنة وسهلة الحمل وبتحضر لكم أكل طيب طلبنا من بعض المستهلكين المشاككين يجربوها ويعطونا رأيون وأخيراً عيلتي جبت لهدية لي أبي مناسبة تعيد الأب بتسعب السيارة بكل سهولة يمكن فيي أخدها معي على البحر شي مرة بابا ايه كل شي بينزل لهم ما في دهون الزيت بينزل لتحت ايه شفتوا فيكن تشوفون عم ينزلوا لتحت يمكن مع التخلص من الدهون راح تساعدني حسن شاكمي شو بالنسبة للطعمة؟ خليني خبركم أطيب كتير من شويات الغاز تعرفوا طعمة كتير طيب طعم الشوي على الفحم رائع طعمة عن جد بشهر ما راح تحصلوا على هيك طعم مع شويات الغاز وكتير سهلة التنظيف بمجرد ما يبرد الفحم من كبن وراح عب شوي للمرة الجاية شي تاني أنا حبيتوا فيها وهو اللون كتير حلو شكراً كولي جريل أنا كتير مبسوط إذا كنت أنت مبسوط أنا بكون مبسوطة هادي صفقة ناشحة للعين ما في شك بهالموضوع نعم اللي أنا شايفه أنه الكل عم بمضي وقت ممتع وهلأ خلونا نلقي نظرة قريبة على قطع البيرجر اللي شويناها كلهم نشوه بطريقة ممتازة بتعمل مشاوي على الفحم الرائع وشوفوا هالشي المذهل والخاص بكول جريل لقو نظرة على هالشي فيكن تشوفوا كل دهون غير المرغوب فيها عم تنزل من منطقة الشوي لداخل وعاء الدهون مش بس رح تشوفوا بدون كل الدهون وزيود بل فيكن كمان تتخلصوا من الدهون الموجودة مسبقا بالأكل أدي صحي هالشي وهلأ شوفوا هالمقانئ هون والأضلع كتير شكلهم شهي ولذيذ عن جد بشهه بنصحكم تعزموا جيرانكم لعندكم وضروري يكونوا جعانين وهلأ شوفوا قدي شرائح اللحم والجاج والفلفل المشوي شكلهم بشهي الواضح أنه اختفت كل الدهون ولكن مع ذلك إذا طلعتوا على شرائح اللحم رح تنزلوا قدام بين شهية وطارية وغنية بالعصارة وشوفوا هون لأنه صار الوقت تتودعوا دجاج المشوي الناشف ياللي بتحصلوا عليه مع غير شويات شوفوا دجاج اللي عم نشوي على الكل جريل فيكن تشوفوا أداة طارية ومش ناشف أبدا هالجاج هالفلفل المشوي بطريقة ممتازة شو هالطريقة رائعة تتحضروا مشاوي الصيف كله هيدا أنسب طريقة للشوي وهلأ انطرونا تتشوفوا شو قال بعض الزبائن الآخرين اللي بعتوا لنا تجربتهم عشريت فيديو وكمان خليكن لاتشوفوا شو رح نحضر خليكن معنا مين منا ما بيحب المرح والحماس ورويح وطعم المشاوي بس الشوي على الغاز فيكون خطير لازم تنتبه على الولاد كل الوقت كما أنه تنضيف الشويات الوصحة أمر متعب وإذا كانت شويتك مثل معظم الشويات فهي عملاءة وما فيك تاخدها معك وين ما تروح بس هلأ صار فيك مع كل جريل الشوية الجديدة اللي فيك تستعملها وين من كان الشوية الأولى خفيفة الوزن المحمولة إذا كنتوا على البحر الياخت الحديقة العامة عم تخيمه أو حتى بالحديقة الخلفية لبيتكن كول جريل هي الطريقة الصحية السريعة السهلة والمرحلة لتحضير وجبات الشوية المثالية كل شي بتحتاجوه وجه للتوليع وشوية فحم لا تشوق ألز وقطيب الوجبات اللي دقتواها بحياتكن السر هو بالتحكم بتدفق الهوى داخل كول جريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهوى ودرجة حرارة الشوية وبنفس الوقت بتسمح بتدفق الهوى البارد بين الوعاء الداخلي والخارجي الوعاء الخارجي بيبقى بارد لتقدروا تلمسوه وتستعملوا وين ما بتكن ببساطة بتولعوه وبتسكروا الغطاء وبتقفلوا الشوية المصنوعة من ستانلس ستيل الاميات رح يحسوا بالراحة بس يعرفوا انه باردة الملمس والجمر رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهيك بتكونوا انتوا أحبي اكون بعاد عن الخطر ما كان الشوية الواسع لكول جريل مصمم لها 9-6 قطعة ستيك 8 قطعة من البيرجر 16 قطعة من المقانئ و20 جانح دجاج اضافة الى انه الدهون بتنزل من منطقة الشوية لوعاقت جميع الدهون يعني مش بس رح تشوه بدون اضافة اي نوع دهون او زيوت بس كمان رح تتخلصوا من كل الدهون الموجودة مسبقا بالطعام اصدقائكم رح يحبوا شوية شرائح اللحم على طريقة المطاعم والدجاج والسمك الغني بالنكهات وطعم الشوية الطيب فيكن تحضروا البيتزا والبشار وحتى الحلويات الشهية وغيرها بالمئات انواع اللحمات والخضار مع الطعم اللي ما بتحصل عليه غير بمطاعم 5 نجون مع شوية فحم كولي جريل بتستمر بالشوية لساعة ونص وتنظيفها ما في اسهل منه بس بكاف تحطوها بالجلية وصرتوا جاهزين تشوه من جديد طلبوا كولي جريل هلا وبلشوا باضافة المرح على حفلات الشوية طلبوها هلا ورح تحصلوا على علبة الحمل المصممة خصيصا لتخزينه نقل كولي جريل واللي قمتها 67 دولار مجانا بس لحظة بعد فيه كونوا من اول 30 شخص بطلبوك والجريل ورح تحصلوا على كتاب الشوية اللي ملون المليء بالمعلومات تشفوا اهم اسرار الشوية من حول العالم ووصفات من اهم الطباخين المختصين بالشوية واللي قمتوا 30 دولار كمان مجانا هالكتاب رح يحول اي تجربة شوية لتجربة ممتعة طلبوك والجريل اللي فيكن تستعملوها وين من كان ولتستفيدوا من العرض اتصلوا فينا هلا او طلبوها اونلاين اتصلوا هلا بدكن تحملوا معكم مطعم مأكلات خمس نجوم وين مرحتوا؟ شوفوا معي اليوم اصطادتها السمكة الكبيرة واللي بتكفي لعائلة بكملة وقدرة تكون واشبة كاملة لقلن بس مع منطقة الشوية الكبيرة بالكول جريل المسيحة ما بتشكل عائق ابدا فيكن تشوفوا هون اني حطيت الكوسة والبصل مع الكراميل وقبل اضافت بعض الحامض والملح والبهار والحباء والريحين وفركتهم كتير منيح مع بعضهم حتى وصل مزيج طعمتهم لداخل الحسكات وشوفوا معي صار لي حوالي نصها عمق شوية وشوفوا شوفوا ما احليها شوفوا كيف تحضرت بسرعة وبسهولة هيدا سبب نظام تدفق الهوى وتوزيع الحرارة اضافة للفحم اكيد اللي عم يعطينا طعم المشاوة على الفحم الرائع هالنظام بيعطي طعم صحي ولذيذ وطبيعي بنفس الوقت بس لو فيكن الدوق أو تشموها انا اكيد رح تنزهله هيدا فكرة رائعة لعشة برة تحت النجوم او اسناء التخيم تخيلوا توقفوا بمكانكم المفضل وتبلشوا شوية قبل ما الاخرين حتى يفضوا غراضهم هلقات كول جريل سريعة وفعالة وهلق شوفوا معي بس تفرجيكم كيف الكول جريل متعددة الاستعمالات شوفوا معي كيفيكم نتحضروا البشار انا اكيد ولا مرة شايفين شوي بتعمل هيك شي من قبل كل شي عليكم تعملوه هو انه اضيفوا بعض الملح بس تخلص وتستمتعوا بتجربة السينما بس بكلفة زهيدة جدا مش مذهل بس ليه بدنا نوقف هون حدا عباله تحلاية شوفوا معي هون عنا فوندو شوكولات مع الفراز والمارشمالو المشويين هيدة تحلاية طيبة شي طبيعي الولاد كمان هن يحبوا كول جريل متل الكبار لاحتمالات كتيرة ومقالة نهاية مع كول جريل وهلق خلينا نشوف بعض من زبائلنا المشاككين اثناء اختبارهم لتجربة كول جريل وشو كان رأيهم بالموضوع اليوم عيد ميلاد كايتي صار عمر عشرين هيدة نتايج كول جريل والريحة كتير طيبة ميزة الامان مهمة كتير باي وقت فينى غير لها محلة وحطها باي مكان اللي كان وفينى كمان قبرومة 360 درجة متل ما عم تشوفوا هلق قدامكم شي رائعي اللي عم بقدر اعمله عن جد انها قيلة عجيبة شي مدهش جدا بتجنن ما عم صدق انه فينا نحمله من مكان لاخر وما نحرق حالنا شو رائكم بالريحة الطيبة واو بايين الاكل كتير طيب سهلة الاستعمال والحمل ومتعة لكل العيلة كتير طيبين صدقوني لما قلكم الاكل كتير طيب كتير ممتعة وسهلة الاستعمال حطيناها هون بالنص من كبيرة الحجم بشكلها حلو وخليت الاكل يكون سوبر طيب انا بحب كول جريل دينا من حب كول جريل ايه شوفوا معي الفرق بالحجم كول جريل ما بتاخد مساحة اكتر من طبق لحم ووزنه بس بضعة كيلويات وما بتطلب غير شوية فحم وفيكن تاخدوها معكن وين ما بدكن لأي مناسبة ان كانت حتى فيكن تاخدوها وتمشو هي ودايرة لانها باردة وفيكن تحملوها كمان والتشكيلة من المأكلات الفاخرة اللي فيكن تحضروها من خلالها رائعة تخيلو فيكن تحضرو كافة شرائح اللحم والجيج المقانق السمك القريدس الكراكند واللحم عأنواعه والبيتزا والبشار والحلويات والنتائج كلها رح تكون شهية جدا كله مع كول جريل شوفوا معي كيفكن تحصلوا على كول جريل انتو كمان مين منا ما بيحب المرح والحماس ورويح وطعم المشاوة بس الشوي على الغاز فيكون خطير لازم تنتبه على الولاد كل الوقت كما انو تنضيف الشويات الوصحة أمر متعب وإذا كانت شويتك متل معظم الشويات فهي عملاءة وما فيك تاخدها معك وين ما تروح بس هلأ صار فيك مع كول جريل الشوية الجديدة اللي فيك تستعملها وين من كان الشوية الأولى خفيفة الوزن المحمولة إذا كنتوا على البحر الياخت الحديقة العامة عم بتخيمه أو حتى بالحديقة الخلفية لبيتكن كول جريل هي الطريقة الصحية السريعة السهلة والمرحلة تحضير وجبات الشويات المثالية كل شي بتحتاجوه وجل التوليع وشوية فحم لا تشوء ألز وأطيب الوجبات اللي دقتوها بحياتكن السر هو بالتحكم بتدفق الهواء داخل كول جريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهواء ودرجة حرارة الشواء وبنفس الوقت بتدفق الهواء البارد بين الوعاء الداخلي والخارجة الوعاء الخارجة بيبقى بارد لتقدروا تلمسوه وتستعملوا وين ما بدكن ببساطة بتولعوه وبتسكروا الغطاء وبتقفلوا الشوية المصنوعة من ستانلس ستيل الاميات رح يحسوا بالراحة بس يعرفوا انه باردة الملمس والجمر رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهيك بتكونوا انتوا أحبي اكون بعادة عن الخطر ما كان الشوية الويسع لكل غريل مصمم ليتسع لست قطعة ستيك تمان قطعة من البيرجر ست عشر قطعة من المقانئ وعشرين جاني حجاج اضافة الى انه الدهون بتنزل من منطقة الشوية لوعاقت جميع الدهون يعني مش بس رح تشوه بدون اضافة اي نوع دهون او زيوت بس كمان رح تتخلصوا من كل الدهون الموجودة مسبقا بالطعام اصدقائكم رح يحبوا شوية شرائح اللحم ع طريقة المطاعم والدجاج والسمك الغني بالنكهات وطعم الشوية الطيب فيكن تحضروا البيتزا والبشار وحتى الحلويات الشهية وغيرها من مئات انواع اللحومات والخضار مع الطعم اللي ما بتحصل عليه غير بمطاعم خمس نجون مع شوية فحم كل غريل بتستمر بالشوية لساعة ونص وتنظيفها ما في اسهل منه بس بكف تحطوها بالجلية وصرتوا جاهزين تشوه من جديد طلبوا كل غريل هلا وبلشوا بإضافة المرح على حفلات الشوية طلبوها هلا ورح تحصلوا على علبة الحمل المصممة خصيصا لتخزينه نقل كل غريل واللي قمتها 67 دولار مجانا بس لحظة بعد فيه كونوا من أول 30 شخص بطلبوا كل غريل ورح تحصلوا على كتاب الشوية اللي ملون المليء بالمعلومات تشفوا أهم أسرار الشوية من حول العالم ووصفات من أهم الطباخين المختصين بالشوية واللي قمتوا 30 دولار كمان مجانا هالكتاب رح يحول أي تجربة شوية لتجربة ممتعة طلبوكو لغريل اللي فيكن تستعملوها وين من كان ولتستفيدوا من العرض اتصلوا فينا هلا أو طلبوها أونلاين اتصلوا هلا منعرفكن على كل غريل اللي فيكن تخدوها معكن وين ما كان هايده هي الشوية الأفضل خفيفة الوزن المحكمة والمحمولة واللي بتسمح لكن تشوق ألذي الوجبات السريعة والسهلة والوجبات الخفيفة والمقبلات خلال دقايق وين ما كنتوا بحيالة مناسبة وهلا رح خبركم عن الشي المميز بكول غريل هو قفص الفحم الموجود بالمنتصف واللي بيحبس الجامر بداخله بكل بساطة بتولعه وبتسكره الغطاء وبتقفله شوية المصنوعة من ستينلس ستيل مكانه الأمهات رح تحبوا الراحة اللي رح تشعروا فيها بس تعرفوا إنه بردت الملمس والجامر رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهالشي بيخلي ولا تكون بعاد عن الخطر فإذاً يلا نشوي وهلا تنفرجيكم المساحة الكبيرة اللي فيكن تشوي فيها على الكول غريل رح تلاحظوا إنه هون عم نشوي مش أربعة ولا ستة ولكن 8 قطع بيرجر وهيك كول غريل رح تاخد مساحة شوية مرتاحة ولهيك رح تستفيدوا من كافة المساحة المتاحة لكم وهلأ أنا أكيد رح تحبوا هيدا الشي شوفوا فيه عنا هون فلفل مشوي ورح ندبل ونحرق بعض شرائح اللحم هلأ بدي إياكم تسمعوني كتير منيح يلا ركزوا معي سامعين هالشي؟ هيدا صوت الكول غريل وهيو عم تقدم لكم طعم مشاوي رائع وشوفوا كمان عم نشوي بعض المقانا وأضلع شهية جداً وخضروات رح تاكلوا أصابيعكم وراها كلهم رح ينشوي بكول غريل وهلأ كول غريل تتميز بزر ذكي جداً هون بالأمام تسمح لكم تتحكموا بمستوى الشوية فيكن تقوى على شوية شرائح اللحم وغيره من الحماد أو حتى فيكن تخففوها لشواء الأضلع وكل الخضروات وغيرها على رواق كيف بتقدر كول غريل تقوم بكل هودي؟ سر هوي بالتحكم بتدفق الهوى داخل كول غريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهوى ودرجة حرارة الشواء بنفس الوقت بتسمح بتدفق الهوى البارد بين الوعاء الداخلية والخارجية الوعاء الخارجية بيبقى بارد تتقدروا تلمسوه وبالتالي بيكون آمن لتحركوه وتستعملوه وينما بدكن تقدروا تجربوا هشي مع شوياتكم الحالية؟ هلأ قلقوا نظرة صار لنا بس بضع دقاية وشوفوا كيف قطع البرجر الرائع عم تنشوي مش بس من ميلة وحدة أنا ما من الملتين وتثبت لكم أداة كل جريل ممتعة وآمنة وسهلة الحمل وبتحضر لكم أكل طيب طلبنا من بعض المستهلكين المشاككين يجربوا ويعطونا رأيون وأخيراً عيلت جبت الهدية لي أبي مناسب يتعيد لها بتسعب السيارة بكل سهولة يمكن فيه يأخذها معي على البحث شي مرة بابا؟ ايه كل شي بينزل لهم ما في دهون ايه شفتوا فيكن تشوفون عم ينزلوا لتح يمكن مع التخلص من الدهون رح تساعدني حاسي شكله شو بالنسبة للطعمة؟ خليني خبركم أطيب كتير من شويات الغاز تعرفوا طعمة كتير طيب طعم الشوي على الفحم رائع طعمة عن جد بشهل ما رح تحصلوا على هيك طعم مع شويات الغاز وكتير سهلة التنظيف بمجرد ما يبرد الفحم من كبه ورح عب شوي للمرة اللي شي داني أنا حبيته فيها وهو اللون كتير حلو شكراً كل جريل أنا كتير مبسوط إذا كنت أنت مبسوط أنا بكون مبسوطة ما في شك بهالموضوع اللي أنا شايفه انه الكل عم بمضي وقت ممتع وهلأ خلونا نلقي نظرة قريبة على قطع البورجر اللي شويناها كلهم نشوه بطريقة ممتازة بتعم المشاوي على الفحم الرائع وشوفوا هالشي المذهل والخاص بكل جريل لقوا نظرة على هالشي فيكن تشوفوا كل دهون غير المرغوب فيها عم تنزل من منطقة الشوي لداخل وعاء الدهون مش بس رح تشوفوا بدون كل الدهون وزيود بل فيكن كمان تتخلصوا من الدهون الموجودة مسبقاً بالأكل قدي صحي هالشي وهلأ شوفوا هالمقانئ هون والأضلع كتير شكلهم شهي ولذيذ عن جد بشهه بنصحكم تعزموا جيرانكم لعندكم وضروري يكونوا جعانين وهلأ شوفوا قدي شرائح اللحم والجاج والفلفل المشوي شكلهم بشهي الواضح انه اختفت كل الدهون ولكن مع ذلك اذا طلعتوا على شرائح اللحم رح تنزلوا قدام بين شهية وطارية وغنية بالعصارة وشوفوا هون لأنه صار الوقت تتوضعوا دجاج المشوي الناشف يلي بتحصلوا عليه مع غير شويات شوفوا دجاج اللي عم نشويه على الكل جريل فيكن تشوفوا أداة طارية ومش ناشف أبداً هاتجاج هالفلفل المشوي بطريقة ممتازة شوها طريقة رائعة تتحضروا مشاوي الصيف كله هيدا انسب طريقة للشوي وهلأ انطرونا تتشوفوا شو قال بعض الزبائن الآخرين اللي بعتوا لنا تجربتهم عشريت فيديو وكمان خليكن لاتشوفوا شو رح نحضر خليكن معنا مين منا ما بيحب المرح والحماس ورويح وطعم المشاوي بس الشوي على الغاز فيكون خطير لازم تنتبه على الولاد كل الوقت كما انه تنضيف الشويات الوصحة أمر متعب وإذا كانت شويتك متل معظم الشويات فهي عملاءة وما فيك تاخدها معك وين ما تروح بس هلأ صار فيك مع كل جريل الشوية الجديدة اللي فيك تستعملها وين من كان الشوية الأولى خفيفة الوزن المحمولة إذا كنتوا على البحر الياخت الحديقة العامة عم تخيموا أو حتى بالحديقة الخلفية لبيتكن كل جريل هي الطريقة الصحية السريعة السهلة والمرحلة لتحضير وجبات الشويات المثالية كل شي بتحتاجوه وجل التوليع وشوية فحم لتشوق ألز وقطيب الوجبات اللي دقتوها بحياتكن السر هو بالتحكم بتدفق الهوى داخل كل جريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهوى ودرجة حرارة الشويات وبنفس الوقت بتسمح بتدفق الهوى البارد بين الوعاء الداخلة والخارجة الوعاء الخارجة بيبقى بارد لتقدروا تلمسوه وتستعملوا وين ما بدكن ببساطة بتولعوها وبتسكروا الغطى وبتقفلوا الشوية المصنوعة من ستانلس ستيل الاميات رح يحسوا بالراحة بس يعرفوا ان باردة الملمس والجمر رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهيك بتكونوا انتوا أحبا اكون بعادة عن الخطر مكان الشوية الواسع لكل غريل مصمم ليتسع لست قطعة ستيك تمان قطعة من البيرجر ست عشر قطعة من المقاني وعشرين جانح الجيج إضافة إلى أنه الدهون بتنزل من منطقة الشوية لوعاقت جميع الدهون يعني مش بس رح تشوه بدون إضافة أي نوع دهون أو زيوت بس كمان رح تتخلصوا من كل الدهون الموجودة مسبقا بالطعام أصدقائكم رح يحبوا شوية شرائح اللحم على طريقة المطاعم والدجاج والسمك الغني بالنكهات وطعم الشوية الطيب فيكن تحضروا البيتزا والبشار وحتى الحلويات الشهية وغيرها من مئات أنواع اللحومات والخضار مع الطعم اللي ما بتحصل عليه غير بمطاعم خمس نجون مع شوية فحم كل غريل بتستمر بالشوية لساعة ونص وتنظيفها ما في أسهل منه بس بكف تحطوها بالجلية وصرتوا جاهزين تشوه من جديد طلبوا كل غريل هلا وبلشوا بإضافة المرح على حفلات الشوية طلبوها هلا ورح تحصلوا على علبة الحمل المصممة خصيصا لتخزينه نقل كل غريل واللي قمتها 67 دولار مجانا بس لحظة بعد فيه كونوا من أول 30 شخص بطلبوا كل غريل ورح تحصلوا على كتاب الشوية الملون المليء بالمعلومات كتشفوا أهم أسرار الشوية من حول العالم ووصفات من أهم الطباخين المختصين بالشوية واللي قمتوا 30 دولار كمان مجانا هالكتاب رح يحول أي تجربة شوية لتجربة ممتعة طلبوكو لغريل اللي فيكن تستعملوها وين من كان ولتستفيدوا من العرض اتصلوا فينا هلا أو طلبوها أونلاين اتصلوا هلا بدكن تحملوا معكم مطعم مأكلات خمس نجوم وين ما رحتوا؟ شوفوا معي اليوم اصطدتها السمكة الكبيرة واللي بتكفي لعائلة بكملة وقدرة تكون وشبة كاملة لألن بس مع منطقة الشوية الكبيرة بالكول جريل المسيحة ما بتشكل عائق أبداً فيكن تشوفوا هون انا حطيت الكوسة والبصل مع الكرامال وقبل أضافت بعض الحامض والملح والبهار والحبق والريحين وفاركتهم كتير منيح مع بعضهم حتى وصل مزيج طعمتهم لداخل الحسكات وشوفوا معي صار لي حوالي نص ساعة عمق شوية وشوفوا شوفوا ما أحلاها شوفوا كيف تحضرت بسرعة وبسهولة هيدا سبب نزام تدفق الهوى وتوزيع الحرارة إضافة للفحم أكيد اللي عم يعطينا طعم المشاوية على الفحم الرائع هالنظام بيعطي طعم صحي ولذيذ وطبيعي بنفس الوقت بس لو فيكن تدوقوا أو تشموها أنا أكيد رح تنزهلوا هيدا فكرة رائعة لعشة برا تحت النجوم أو أثناء التخيم تخيلوا توقفوا بمكانكم المفضل وتبلشوا شوية قبل ما الآخرين حتى يفضوا غراضهم هلقات كول جريل سريعة وفعالة وهلق شوفوا معي بس تفرجيكم كيف الكول جريل متعددة الاستعمالات شوفوا معي كيفيكم نتحضروا البشار أنا أكيد ولا مرة شايفين شوية بتعمل هيك شي من قبل كل شي عليكم تعملوا هو إنه تضيفوا بعض الملح بس تخلص وتستمتعوا بتجربة السينما بس بكلفة زهيدة جدا مش مذهل بس ليه بدنا نوقف هون حدا عبالوا تحلاية شوفوا معي هون عنا فون ديو شوكولات مع الفراز والمارشمالو المشويين هيد تحلاية طيبة شي طبيعي لأولاد كمان هن يحبوا كول جريل متل الكبار لاحتمالات كتيرة ومقالة نهاية مع كول جريل وهلق خلينا نشوف بعض من زبائلنا المشاككين أثناء اختبارهم لتجربة كول جريل وشو كان رأيهم بالموضوع اليوم عيد ميلاد كايتي سرامر عشرين هايد النتايج كول جريل والريحة كتير طيبة ميزة الأمان مهمة كتير شو حلو بأي وقت فيني غير لها محلة وحطها بأي مكان اللي كان وفيني كمان كبرمة 360 درجة متل ما عم تشوفوا هلأ قدامكم شي رائع يلي عم بقدر أعمله عن جاد إنها قيلة عجيبة شي مدهش جدا بعتقد إنها رائعة بدي وحدة أنا كمان بتجنن ما عم صدق إنه فينا نحمله من مكان لآخر وما نحرق حالنا شو رأيكم بالريحة الطيبة واو بيين الأكل كتير طيب تهلة الاستعمال والحمل ومتعة لكل العيلة كتير طيبين صدقوني لما قلكم الأكل كتير طيب كتير ممتعة وسهلة الاستعمال حطيناها هون بالنص من كبيرة الحجم شكلها حلو وخليت الأكل يكون سوبر طيب أنا بحب كول جريل كلمة لكل جريل ياي شوفوا معي الفرق بالحجم كول جريل ما بتاخد مساحة أكتر من طبق لحم ووزنة بس بضعة كيلويات وما بتطلب غير شوية فحم وفيكن تاخدوها معكن وين ما بدكن لأي مناسبة كانت حتى فيكن تاخدوها وتمشوا هي ودايرة لأنها باردة وفيكن تحملوها كمان والتشكيلة من المأكلات الفاخرة اللي فيكن تحضروها من خلالها رائعة تخيلوا فيكن تحضرو كافة شرائح اللحم والجيج المقانق السمك القريدس الكراكن واللحم على أنواعه والبيتزا والبشار والحلويات والنتائج كلها رح تكون شهية جداً كله مع كول جريل شوفوا معي كيف يكون تحصلوا على كول جريل انتو كمان مين منا ما بيحب المرح والحماس ورويح وطعم المشاوة بس الشوي على الغاز فيكون خطير لازم تنتبه على الولاد كل الوقت كما أنه تنضيف الشويات الوصحة أمر متعب وإذا كانت شويتك مثل معظم الشويات فهي عملاءة وما فيك تاخدها معك وين ما تروح بس هلأ صار فيك مع كول جريل الشوية الجديدة اللي فيك تستعملها وين من كان الشوية الأولى خفيفة الوزن المحمولة إذا كنتوا على البحر الياخت الحديقة العامة عم تخيمه أو حتى بالحديقة الخلفية لبيتكن كول جريل هي الطريقة الصحية السريعة السهلة والمرحلة لتحضير وجبات الشويات المثالية كل شي بتحتاجوه وجل التوليع وشوية فحم لتشوق ألز وقطيب الوجبات اللي دقتوها بحياتكن السر هو بالتحكم بتدفق الهواء داخل كول جريل وحتى نظام توزيع الحرارة اللي بيعطيكم تحكم دقيق بتدفق الهواء ودرجة حرارة الشويات وبنفس الوقت بتسمح بتدفق الهواء البارد بين الوعاء الداخلة والخارجة الوعاء الخارجة بيبقى بارد لتقدروا تلمسوه وتستعملوا وينما بدكن ببساطة بتولعوها وبتسكروا الغطاء وبتقفلوا الشوية المصنوعة من ستانلس ستيل الانميات رح يحسوا بالراحة بس يعرفوا ان باردة الملمس والجمل رح يضل محبوس بالداخل حتى لو وقعت بالغلط وهيك بتكونوا انتوا أحبي يكون بعاد عن الخطر ما كان الشوية الواسع لكول جريل مصمم لا يتسع لست قطع ستيك دهون بتنزل من منطقة الشوية لو يعقت جميع الدهون يعني مش بس رح تشوى بدون إضافة أي نوع دهون أو زيوت بس كمان رح تتخلصوا من كل الدهون الموجود